السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وبياكم وأسعد الله وغاتكم أينما كنتم أخوتي الأكارم قصتنا هاي أحصلت في بادية الشام وهالقصة من أجمل القصص اللي راح تسمعونها وحصلت أحداث هاي القصة في بادية تدمر تدمر هاي مدينة أثرية قديمة ولها تاريخ معروف يعني وهاي تدمر الصير الشرقي محافظة حمص وسط سوريا المهم في رجال ينقال له عبدالله وهذا عبدالله عايش هو وأخته وعبدالله من أبناء العشائر والقبائل وكان هذا عبدالله أعزب وعايش هو وأخته في بيت الشعر في يوم من الأيام تزوج وحدة من قرايبه وبعد ما حصل الزواج بعض سنة من الزمان أنجبت له توم ويلاد قام سماهم حمد ومحمود وصارهم الويلاد يكبرون شوي شوي والرجال هذا عبدالله عنده خير من رب العالمين يعني رجال نقدر نقول بهذاك الوقت عنده تغريبا شي ثلثمائة راس غنم وعنده تشم بعير وناقة بل إضافة أن أخته عايش معا ببيت الشعر والظاهر أنه ما جاء نصيبها وما تزوجت يعني ما حدا تقدم الخطبتها وعايشة هي وزوجة أخوها مثل السمنة على العسل يعني ما بأي مشاكل بيناتهم أبدا وتساعدون هذول الأثنين على الحليب وعاللبنا وعالسمنة وعلى هاي الأمور يعني على أمور البيت وأمور الحلال وكانت هاي أخت عبدالله عمت هذول الأبناء حمد ومحمود يعني مثل ما نقول هي مستلمة زمام الأمور في بيت الشعر لما يقيب هذا الرجال بيت الشعر هي يعني السدة الغيبة وزوجة أخوها ما تعارضها في أي شيء وكانت هاي أخت عبدالله أمرأة عاغلة جدا فراحت الأيام وجدت الأيام وصارم هالولاد هذول يكبرون شوي شوي لحد ما صارم بسن الثلاتة عشر سنة قام هذول يساعدون أبوهم في رعاية الحلال ورعاية أجمال وصار يعلمهم على ركوب الخيل وعلى الفروسية والرجال هذا عبدالله قاعد يربي أبناء والاثنين على أخلاق الحسنة وعلى أمور الزينة ويأخذهم معاه على مجلس الشيخ ويتعلمون منها السوال في الزينة ومثل ما تعرفون المجالس مدارس صارم هذول الولاد يكبرون شوي شوي وهذا الرجال عبدالله شايفهم أمهم صدق ولاده يعني يرفعون الراس صحيح أنه أعمارهم ثلاثة عشر أربعة عشر سنة إلا أنه واحدهم إذا قاعد معاه تقول أنه قاعد مع شايب عمره سبعين سنة وبيوم من الأيام هذا أبو حمد هذا الرجال عبدالله يقولوله أبو حمد لأنه صحيح عنده ولاد حمد ومحمود لكن الظاهر أنه حمد جاء يعني قبل أخوه المهم يقولوله أبو حمد فمرة من المرات قالها زوجته قالها يا محمد الله يهداتش ليش ما نروح انحج بيت الله والحمد لله الله معطينا من أرزاغه أمورنا زينا ويمكن يجي يوم يعني ما نقدر نروح الحين عمرنا خمسة واربعين ستة واربعين يعني فتيين للساعة فحاليا إذا رقنا على الحج أخصا ما نتأشهر بعدين ويكبر بين العمر ويصير الحج يعني صعب علينا فقالت له يا رجال يا ابو حمد يعني هذول ولادنا لساعة صغار وما نقدر نعتمد عليهم قال له لا تخافين أختي بالبيت وأختي عاغلة وهي تدير بالها على الولاد وبالنسبة للحلال رح أحط راعي يسرح بالحلال وأنا أعطي يعني له راتب فترة هالشهرين ثلاث عبين ما نرجع من الحج إن شاء الله وتعالى لعني هذول أخواني قبل كانوا مطولون على الطريق والمسافة يعني من بوادي حمص أو بوادي تدمر للحج بمسافة بعيدة وهذول الأولي مثل ما تعرفوني يروحون عجمال فقام هذا الرجال شاف له واحد من أبناء العشيرة من أبناء هالعرب اللي عايش وياهم واتفق هو وياه وقال له يعني إحنا بعد شهر من الزمان ودنا الروح على الحج وأنا ما أمنك على الحلال تسرح بيه ودير بالك على الحلال وإيش ما تطلب منك أختي تلبي لها حاجياتها ودير بالك على عيال وأي شي طلبونه يعني تنفذوا بدون أي مناقشة وأجرتك تأخذها على آخر مليم فهذا الرجال عبد الله أبو حمد يعني يعتبر رجال من وجهاء العشيرة أو القبيلة ورجال له وزنه يعني ورجال متعقل وإله مكانته يعني بل احترام بين الناس علمهم إخواني هذا سلم الحلال للراعي الحلال وجمال وودع ويلاده عمد ومحمود وكذلك ودع أخته وهذا عبد الله هو وزوجته انطلغم في إحدى القوافل اللي كانت تتمر بهذا البلاد على ناقة هو وزوجته ركبهم على ناقة وقالهم يا كريم وكان هذاك الوقت أيامها يعني صادفة أيام الحج أيام الربيع المهم راحت الأيام وجدت الأيام وظلت هاي أخت عبدالله هيا والويلاد هذولا كل يوم يقعدون من الصبح يشبون النار ويسوون القهوة وفاتحين المجلس بيت أبوهم وبعض مرات يروحون على مجلس الشيخ يقعدون أبطار في هالمجلس يتسمعون السوالف هالشياب وعلى السوالف هرجاجيل ومر أول شهر وثاني شهر وصارت يعني أيام الحج خلصت وقامت الناس قامهم يجون الحجاج وقامهم هذول الويلاد يعني هم متشوغين متلهفين لشوفة أمهم وأبوهم ودهم يجيبون لهم هدايا ودهم يجيبون لهم يعني شغلات من الحج والويلاد هذولا كل يوم يطلعون على رأس هظهرها هالتلة ويقعدون لحتى ما تقيب الشمس وينتظرون هالقوافل اللي جاية من الحج كل يوم هذول الويلاد يناظرون لها القوافل اللي جاية من الحج وما يلاقون يعني أمهم وأبوهم ويا هالقافلة اللي مقبلها المهم إخواني بيوم من الأيام جاية قافلة وهاي القافلة اللي جاية من الحج وبيها هاي القافلة ثلاث أربع أشخاص من قبيلة أبو حمد وهذول الأشخاص كانوا رايحين ويا عبد الله وزوجته على الحج يعني هم أغرباء وراقم سوا ومن المفروض أنهم يرجعون ويا بعض فهذول الولاد حمد ومحمود تلقم هاي القافلة وتلقم هذول قرائبهم وسلمهم عليهم واسألوهم قالولهم وين أمي وين أبويا أشوف ما نشوفهم وياكم لكن أخواني هذول الأشخاص اللي من قرائبهم الظاهر أنه عندهم خبر سيء لما نشافهم هذول الولاد يعني ما عاد يعرفون إيش بدهم يقولوا لهم قامهم أخذوهم وراهم على بيت الشيخ مباشرة السلام عليكم وعليكم السلام يحي الله الحمد لله على سلامتكم حج المبرور وسعي مشكور فقالهم الولاد هذول يعني فسموا أنه بي شيء قالهم للشيخ يا عمي أمي وابويا ما جم وياها الربع وهذول جايين لحالهم وسألناهم وما قالونا شيء قالونا تعالوا معنا على بيت الشيخ فقال الشيخ وين أبو حمد وأم حمد لهذول الجماعة قالوا والله يا شيخ ما عدنا من العلوم والأخبار إلا أنه أم حمد وأبو حمد بعد ما حجينا بيت الله وأمورنا تماما تماما وتبضعنا وركبنا انطلقنا معها القافلة وبعد ما مشينا حوالي أسبوع تغريبا وهالجماعة جاهم مرض هما وعدد من الأشخاص اللي ماشيين معانا بالقافلة وكانت مثل ما تعرفون من قبل تجيهم أمراض وأوبئة وكانت شثير من الناس تموت لأنه ما كان مثل هالطب اليوم وكان من قبل بمرض يعني مثل مرض الطاعون واجدري يعني قبل الطاعون كان يبيد عرب وكان الشخص المصاب الطاعون الناس تتركوا وتفضعوا النوم علمهم قالوا يا شيخ أبو حمد ومحمد مرضوا علينا على الطريق وتوفم على الطريق ودفناهم بالمكان الفلاني فقال لا حول ولا غوة إلا بالله الله يرحمهم برحمته الواسعة الولاد هذول يعني طبعا سمعهم هالكلام وقامهم يتباتشون على أمهم وأبوهم وتفزع عمتهم على بيت الشيخ خير يا شيخ شنو اللي صير قال والله سالفة كذا أو كذا والجماعة الله يعني أخذ أمانته وتوفم والحين يخطي هذول الولاد ترى يعني أمانة برقبتش وإيش ينزمتش أنا جاهز ديري بالش عليهم وإيش تحتاجون أطلبهم مني قامت العم هايا خذت الولاد عمت هذول الولاد وراحت على البيت وطبعا الشيخ سوى تعزية عزاء الأبو حمد ومحمد وحزنتها العرب عليهم ولكن قدر الله وما شاء فعل وهذه سنة الحياة ناس تعيش وناس تموت والعمة هايا بدأت تربي أبناء أخوها الأثنين حمد ومحمود وتدير بالها عليهم وتوعيهم وهزينة على وفاة أخوها وزوجتهم والأيتام هذولا الأثنين اللي صارم برقبتها ولكن الرجل يعني ترك ليهم خير من رب العالمين شي ثلثمائة رأس غنم وعدهم مجمال وعدهم حلال وبيت شعار يعني مهم بحاجة حدا إلا أنه الظلبة النهاية يعني هي أمرأة يعني وكان هذا عبد الله هو سند ليها إلا أنه الله سبحانه وتعالى توفى وراحت الأيام أخواني وجدت الأيام وصار هذا حمد ومحمود قاموا ميكبرون الولاد لحد ما صارم بسنة الواحد وعشرين اثنين وعشرين سنة وما وصلهم لهذا السن إلا كانهم يعني مثل ما نقول من أمهر فرسان العشيرة وهالعرب وينضرب بهم المثل أفلان مثل حمد ومحمود يعني هذول الشباب النشمين وزينين وفهمانين المهم شباب يرفعون الرأس فهذول الولاد لما صار عمرهم شي اثنين وعشرين سنة تقريبا مرضت عليهم عمتهم وكانت هي يعني دير بالها عليها الولاد ويعني هي الأم والأب ليهم المهم هذول الولاد يعني قاموا ميركزون بهالعرب يروحون على غير غبائل يسألون على حكيم على طبيب عشاب كل ما يجيبون طبيب يعالج هاي عمتهم لكن مع الأسف اشتد بيها المرض وتمكن بيها المرض ومعها تتشافى وهذا الطبيب يوصف لها العشبة الفلانية وهذا يكويها المهم بدون أي فائدة فما مر عليها تقريبا شي شهر وإلا لقوها متوفية هاي عمتهم بفراشها الله يرحمها ويحسن إليها فهزنهم عليها حزن شديد ولكن هاي سنة الحياة ودها تمشي والكون عامر فسووا لها تعزيها لعمتهم وقاموا من بالواجب والآن هذول الشباب صارم يعني بيتهم الحالهم خالي من النسوان كانت عمتهم هاي الله يرحمها هي اللي تطبخ ليهم وهي اللي تغسل ليهم وهي اللي قايمة أبو أمور البيت وداير بالها على هالوضع فهذولا بعد فترة من الزمان يعني بدهم حرمة أدير بالها عليهم وأيضا هم حمد ومحمود صار عمرهم تغريبا شي 22 سنة يعني بسن الزواج فهذا حمد مثل ما قلت ليكم هو أكبر من أخوه محمود صحيح أنهم توم يعني لكن الظاهر أنه حمد جاي قبل بنص ساعة بساعة المهم يعني هو الأكبر فهذا محمود أخوه الأصغر منه يقول له يا أخويا يا حمد ليش ما الله يهداك تتزوج وإحنا بدنا حرمة بالبيت تدير بالها علينا وتطبخ لنا وتكنس البيت تنظف يعني البيت من غير حرمة ما يسلك فهذا أخوه حمد يقول له على مهال ولسه عمتنا ما صار لها زمان يعني متوفية وعلى مهال وطول بالك المهم عدت تغريبا فترة شي شهرين وهذا حمد يعني رافض الزواج فمرة من المرات هذا حمد يشوف بنت شيخ العرب ولما هذا حمد شاف بنت الشيخ أعجب بجمالها ودخلت يعني بقلبه وحبها يا الفتاة وطبعا هذا حمد خلال هاسين هايا يعرف أنه الشيخ هذا عنده بنت لكنه بعمره ما شافها أو صدفها وهالناس تقول أنه بنت الشيخ من أجمل بنات العرب وإحنا دائما يعني أو بشكل عام يعني ليش نقول أنه بنت الشيخ هي أجمل بنات العرب طبعا الشيخ أول رجال اللي يكون عنده حلال ومال والبنت هايا عايشة بعز ودلال يعني لا تروح تحطب ولا ترد على المي إلا يعني أنها تروح مثل ما تقولون يعني تروح تتنزه على قدير المي ولا على النبعة وتلاقيها دائما لابسة ثياب من أحسن الثياب ومن ضبطة أمورها والبنت يعني تلاقيها ما هي منهانا البنت اللي تروح يعني تحطب واللي ترعى في الحلال واللي طول النهار تحلب وسوي لبان وتسرح بالحلال فراح يكون يعني بيه فرق يعني يعني العز يبين عليها فلذلك دائما تلاحظون أنه يعني بنت الشيخ هي دائما هي جميلة فالعز يبين عليها حتى لو كانت يعني ما هي جميلة تلاقي المثل يعني يقول لبس العود يقوم وجود المهم أخواني هذا حمد لما شاف بنت الشيخ كان بيه عقل وطار يعشق هايا بنت الشيخ ولكن بنت الشيخ هايا سالفتها سالفان هايا بنت الشيخ دائما يجونها خطابة ولد شيوخ ومنها العرب ومن وجهها القبائل فدائما كانت ترفضهم كانت هايا تحط عليهم شروط يعني تعجيزية فهايا شروط ما يقدرون ينفذونها فتفشل الخطبة المهم راح هذا حمد اللي عند أخوه محمود وقال له يا أخوي محمود أنا نويت أخطب وأتزوج فقال له الساعة المباركة يا أخوي حمد ومن نهاية سعيد الحظ قال له بنت الشيخ اللي اسمها قمر وفعلا هي قمر يعني اسم على مسمى الله يستر عليها فقال له حمد قال الأخو محمود قال له يا أخوي هايا عدها شروط ودائما الخطابة تطلب منهم شروط وتعجيزية يعني شروط شبيرة ودائما الخطابة يعني ما يقدرون على شروطها فيا أخوي احنا خاف الروح ونخطبها وما نقدر على شروطها فقال له محمود قال له يا أخوي الحمد عفي عليك يا أخوي تخاف وانا اخوك احنا الروح باشر ان شاء الله وتعالى ونخطبها من الشيخ وقالها تحط شروط اللي بدها اياها وانا اخوك ان شاء الله وتعالى نقوم بالحمل ويزود فلما صار المغرب هذا حمد ومحمود راهم على بيت الشيخ وسلمهم مع الشيخ وعلى الرجاجيل هالموجودين وكان هذا الشيخ دائما يقعد حمد ومحمود بصدر المجلس يعني دائما يدير باله عليهم بعد وفاة والدتهم ووالدهم وكان هذول يعني يحظون بمنزلة عالية عند الشيخ وايضا هذول حمد ومحمود كانوا بقمة الاخلاق والادب ويعني شباب فهمانين ويرفعون الرأس المهم هذول اقعدهم بحرف الشيخ قال لهم الشيخ قال لهم العلوم يا حمد ويا محمود شلون هالامور وياكم قالوا له الامور تمام يا شيخ ولكن احنا جايين طلابين قال لهم حياكم الله ابشرهم بنقدر عليه قال حمد يا شيخ احنا جايين نطلب ايد بنتك قمر على سنت الله ورسوله قال لهم الساعة المباركة ولي شرف اني اناسب هالشاب طيب وابوكم الله يرحمه كان رجال بكل ما تعنيه الكلمة وخلف رجاجيل واني الصراحة لي شرف اني اعطي بنتي ولكن انت يا حمد ومحمود تعرفون اني لازم اشاور البنت قالوا له طبعا اكيد فقام الشيخ بساعتها على البنت قالها يا بنتي جاييني حمد يخطبش وهذا حمد رجال المعروف وشاب من ثيرة الشباب قالت له يوبا انا لي شرف بس انت اتعرف يعني انه انا لي شروط ويعني حمد ما هو احسن من هالرجاجيل اللي تقدمت لي وجزء شبير منهم يعني كانم ولد الشيوخ واني لي شروط اللي ما ينفذ شروطي انا ما ااخذه قالت له يوبا خلي حمد يواجهني بحضورك مشان اقول له على شروطي اللي بدي اياها قام هذا الشيخ على طول راحل عند حمد قال له البنت ليها شروط وانت تعرفي يعني بهاي السالفة قال له ايه بلا يا شيخ شنه هي الشروط قال له تعال خلينا نشوف شنه هاي شروط اللي تشرتها عليك فقام حمد ومحمود والشيخ راحهم على القسم الخاص بالحريم وواجههم هاي البنت السلام عليكم وعليكم السلام فقالت هاي قمر قالت يا حمد انت تعرف قصة اشروط قال لي انا اشروطها على كل شخص يتقدم الخطبتي واذا هذا الشخص يعني ما يقدر ينفذ شروطي الصراحة يعني انا يعني اعتبر انه ما هو كفو وما يستاهني فقال لها حمد قال لها يا بنت الشيخ يا قمر ان شاء الله اني اكون عند حسن اظنج وانفذ كل الشروط شنه هي الشروط قالت له الحين اقول لك على الشروط وكل ما تنفذ شرط تجي لي عندي انا اقول لك على الشرطة الثاني هن ثلث شروط وبس نفذت انا اكون حليلت لك على سنت الله ورسوله فقال لها هاتي تنشوف يا بنت الشيخ شنو هذا الشرطة الاول فقالت له قمر قالت له يا حمد الشرطة الاول انك بدك تجيب لي ذيب مشتف اللي عندي اللي هنا لكن بشرطة ذيب هذا يكون حي ومو مجروح ولا جرح صغير ولا عليه نقطة دم فقالت له هذا الشرطة الاول اخذ وقتك يعني الكافي يعني اللي جبت ذيب تجيبه اللي عندي اللي هنا امشتف فقام هذا طلع حمد وراه قعد بالمجلس فبعد جلوسهم بالمجلس يعني بعد شوية قامهم هذول الشباب اثنين حمد ومحمود وطلعهم من المجلس وقامهم يتكلمون على طريقة الاخوة بين بعض فقال حمد لاخوه محمود قالوا يا اخويا هذا الشرط تعجيزي يعني احنا نجي بالها ذيب امشتف ما بمشكلة لكن هاي تشرط انه ما يكون ذيب لا مجروح ولا مطعون ولا عليه نقطة الدم يعني اشتون هاي الطريقة مشكلة فقال هذا محمود قالوا يا اخويا لا تأكل هم وانا اخوك وانا اخوك يا حمد ابشر بالفزعة ولا تخاف واني رح اساعدك بهذا الموضوع وانا اخوك واني بظهرك وان شاء الله باشر ولا بعد باشر ان شاء الله نجيب ذيب هنا جدامها امشتف عند بيت الشيخ فقالوا يا اخويا انت ايش امال السولف يعني انت والله جعد خور في يا اخويا يا محمود هاي تريد ذيب مو ناقص منه شعره ولا مطعون ولا نقطة الدم المهم يا اخوة هذول جعد يتحاجون بين بعض لحتى وصلهم بيتهم فهذول الشباب نامهم وعند صلاة الفجر بتالي هالليل قعد هذا محمود قعد اخوه حمد قالوا اقعد يا اخويا من النوم مشان نروح نجيبها ذيب قالوا يا اخويا انت صاحي قال لم انت صاحي احنا منين بدنا نروح نجيب لها ذيب ابتالي هالليل وبتعرف هذا شرطها تعجيزي فقالوا يا اخويا اقعد تروح نجيب هذا ذيب واني اروح معاك ساعدك واخنا لازم ننفذ يخويا هذا الشرط مشان ما يقولون باشر العرب وهالناس يقولون انها هذول ولد طقعان وخوفين وما نفذ اشروط المهم يا اخوة هذا احمد هي قلبه امعي وقالوا يا اخويا بلها الزواج وهايا البنت عندها شروط خيالية واني بطلت الزواج وعديت عنها الزواج كلها ياتوا قالوا لا يا اخويا ما يصير احنا ولد ابونا وما يصير ولازم نروح نجيب الذيب وكذا وخلاص انت بس قوم يا رجال وحد الله قوم معاي ولا تخاف قوم خلينا نسرب هالبراري وذيابة شثيرة وما عليك يا اخويا انت بس امشي معايا المهم بعد حين ومين قعد هذا وتجلس وشالم ليهم شوية تمر وشربولهم وشوية لبن وقل من ركب احصانه وشال باروتو وراهم على البرية على هالسحراء وهم ماشيين هذولا يتسولفون حمد ومحمود فهذا حمد يقول له يا اخويا انت محمود من كل عقلك يا رجال والله هاي بنت الشيخ مهبولة هاي يا رجال والله ما هي صاحية قالوا يا ولد هذا الشرط لازم النفذة وان شاء الله ما نرجع اليوم الا جايبين الذيب معانا يعني هو مثل ما تقولون انه هذا حمد يعني مستهزئ بهالامور وشايل هاي الفكرة من رأسه وهذا اخو محمود امالي شجعوا على هذا الامر المهم يشوفوا لهم ذيب وهم ماشين في احدى الوديان من بعيد وكانت ذيابة بهذاك الوقت يعني واجدة كانت شثيرة فلما شافهم ذيب قالوا يا اخويا حمد هذاك الذيب قالوا ايه وش لهم بدنا نصيده ادري انه هذاك الذيب بس الرجال اللي يمسكوا طيب والبنت هيا والله ما هي صاحية تريد نجيب لها ذيب طيب فقال محمود الحمد قالوا يا اخويا بني ادم الله حطلوا مخ والله حطلوا عقل مشان يفكر بيو احنا خلينا نطلغ النار فوق الذيب يعني بالهواء والذيب هذا طبعا رح يهرب ورح نلحقه بالخيل وكان عندهم جوزخ يولي يعني هذنه اصائل ويعني يتشطن حفرات الموت ويقوم هذا حمد يطلغ النار طلغه بالهواء واسمع الذيب وانهزم ويقومون هذولا يلحقونه على الخيل ومحمود يقول للحمد يقول له ترى ودنا انظل طاردين الذيب لحتى ما يهلك ويقع على ارض الحالو من كثرة تعب وطرد وفعلا يا اخوة يظلون طاردين هالذيب يظلون طاردينه وحد ما فرس حمد قصرت وتعبت وحصان محمود ما شاء الله عليه مثل النسيم قل طارد هالذيب لحد ما هذا الذيب يعني ما عاد يقدر يركض ولا عاد يعني يا دوب قام يزدت الخطوة وراء الخطوة كذلك الامر يعني هذا حصان محمود تعب لكنه ملحق الذيب المهم ظل يلحقوا لحتى هذا الذيب وقع على الارض ويقوم هذا محمود وكان هذا مجهز يعني شبك وعنده حبل فهذا محمود يزدت الشبك على هذا الذيب ويقضبوا بشبكة ويقوم يربطوا بهاي الحبلة يربطوا من ايديه ومن رجليه وايضا يربط فك الذيب مشان يعني ما يعظهم وما يأزيهم يعني المهم حكم رباطوا ويحملوا فوق الفرس ويرجع ماشي ولا هذاك اخوه حمد واقف هو والفرس قاعد يرتاه لانه قسرت الفرسه عن اخوه شوية فقال حمد قالوا يا اخويا محمود انت جبت الذيب معاك قالوا ابشر ابشر وانا اخوك لا تخاف وهذا شرط بنت الشيخ الاول تنفذ شرطها وهذا الذيب وجخ يا اخويا فهذا حمد اطار من الفرح وقالوا جزائك الله كل خير يا اخويا محمود والله انك عز الخوي المهم رجع مع العرب وكانت الدنيا حوالي العصر تغريبا وجمع لبيت الشيخ ولما اقبلم على بيت الشيخ ويقوم هذا حمد ينزل الذيب من ظهر الاحصان ويزدته جدام البيت وطلعت هاي بنت الشيخ وإلا هذا الذيب مشتف جدام البيت قالها هذا اول شرط يا قمر هذا الذيب اللي انتي طلبتين فقالت له والله انك كفو يا حمد يعني اعجبت بهذا الشخص بهذا الولد حمد فتفقدت الذيب قالت يعني اخاف انكم جارحين واخاف انه مكسور المهم تفقدت الذيب والذيب هذا مربط ويعوي المهم ما بي ولا خدش صغير ما بي ولا نقطة الدم ولا شعر رايحة منه يعني لا بو كسر ولا بو اي شي فقالت لهم الله يعطيكم العافية والله انك ذيب وما يجيب ذيب الا ذيب خلينا اروح على الشرط الثاني فقالت له الشرط الثاني يا حمد بدي اقراب حي بدي اياك اجيب لي اقراب حي ومو ناقص منه ولا ريشة ولا مكسور منه جناح فقال لها حمد قال لها تمام يا بنت الشيخ اروح اجيب اطلبت المهم رجع مع البيت تعبانين من هالسفرة اللي طول النهار وهم يطاردون بهالذيب لحد ما وصلهم هذا الذيب اللي عند هاي اللي بني قمر اللي عند بيت الشيخ فبعد ما وصلهم هذول حمد ومحمود بيتهم فقال حمد الاخوه محمود قالوا يا اخويا هاي امال تطلم منه امور يعني عجيبة قريبة يا اخي هذا ذيب امر الله على الارض واحنا اطردنا والله قدر ومسكنا ويعني هذا على الارض يا اخي نمشي ورا نقدر يعني بأي وسيلة ممكن نحتال عليه ممكن نسوي له فاص ممكن يعني يعني انه انه قضبنا هذيب الا انه هذا الغراب يعني شتون بدنا نقضبه يا هذا بده يطير بس سماء وتريدوا هاي بنت الشيخ مو ناقص ولا ريشة فقال حمد المحمود قالوا ما عليك يا اخويا صلينا الحين نروح نرتاح وباشر الصباح ورباح فقال حمد المحمود قالوا يا اخويا انت من كل عقلك انه بدنا نجيب لها اغراب حي ومو ناقص شي يا اخويا الله يهداك الحين احنا جبنا لها هذا الذيب وروا الذيب طيب ومو ناقص شي ورفعنا رأسنا جدامها العرب وخلاص يا اخويا اسكر على هالموضوع واني بطلت الزواج من هاي البنت فقال محمود الحمد قالوا يا اخويا لا تاكل هم وان شاء الله يومين ثلاث نصيد لها هذا الاغراب ونجيبه لعند بيت الشيخ المهم راغهم هذول على البيت وحطم رأسهم ونامهم وقعد هذا الحمد ومحمود من الصبح وهذا محمود خطرة باله فكرة قالوا يا اخويا الاغراب هذا ما ينصاد الا يعني الغربان تجي تحوم على مثل يعني الفطيسة ولا مثل العناقة ميتة يعني هذن يجي نحوم على هالفطس يعني قالوا ايه قالوا يا اخوي احنا لازم نذبخ ذبيحة يعني نذبخ واحد من هالخراف اللي عندنا ونزدته بهالبرية ونقضب الغراب فقالوا حمد قالوا يا اخويا انت من كل عقلك يعني يا اخويا سكرلي على هالموضوع وانا عديت عن هالبنية هالبنية مهبولة وتمطينا يعني شروط تعجيزية يعني فقالوا لا يا اخويا والله انت خلص لا تاكل هم بس انت خليك معايا ولا يكون اللي بالك مرتاح وان شاء الله خلال يوم واحد انا رفع جيب لك الغراب المهم هذا حمد يلحق اخوه محمود مثل ما يقول له فتدم واحد من هالخراف وذبعوه وزتو بهالبرية فهذول الشباب حمد ومحمود قطعم من هالعودان ومن هالهجار بهالبرية وحطم هالعودان وهالعشاب بحرف هذا الخاروف المقتول وهذا محمود تقبى بقلبها هالهجار وهالعشاب واخوه قطاع السوا يعني ما عاد يبين نهائيا وصاير هذا محمود قريب على الذبيحة يعني اذا يمديده يقضب الذبيحة المهم هذا بعد شي ساعة ساعتين قامت هنا تجي الغربان قامت تحوم حوالي هالذبيحة وطبعا هالغربان مهي شايفة محمود المهم قامت هالغربان تنزل على هالذبيحة وهذا محمود على حين غره يشوف قراب يعني قريبها قريب على ايده وفجأة خلال ثواني يمديده ويمسك هذا الغرب وهو طيب المهم قضبه ورفع رأسه وقال يا حمد قام يصيحين على أخوه قال يا حمد ابشر قضبت لك الغرب وهو طيب وهذا نفذنا الشرطة الثاني البنت الشيخ والله هذا أخوه محمد يجي من قاعد يركض وما هم صدق يعني ما هم صدق انه هذا أخوه قضب الغرب وهو طيب المهم هنا نفذهم الشرطة الثاني وراهم لعند بيت الشيخ وشافهم هاي البنية قمر وقال لها هذا الغرب طيب حي يرزق مو ناقص ولا ريشة المهم هاي تفقدت الغرب وفعلا الغرب لهم وطعون مو ناقص شي فقالت لهم قمر قالت لهم هذا انت يا حمد نفذت أول شرط وثاني شرط لكن ظل علينا شرط واحد وخالصين قال لها خير شنو هذا شرط الثالث سولفي فقالت لهم بدي الفرس الفلانية هاي الفرس اسمها رعد عند العرب الفلانين طبعا اخواني هاي الفرس اللي اسمها رعد هاي موجودة في هذيش العرب هاي الفرس مشهورة يعني من السلالة النادرة يعني فرس عصيلة ونادرة جدا جدا ومثل نسوم الهوى لكن هذيش العرب اللي موجودة بها الفرس هاي العرب يعني مثل ما تقولون مشرانيين وقوايا ويا لطيف يعني الناس كلها تخاف منهم وتحسب لهم محساب يعني اذا بدهم يقضبونه هذا حمد انه عمال يسرق الفرس او كذا يعني على اكيد رقه يذبحونه ويصفون دمه وما يسألون عنه فقال هذا حمد قال الهاية البنة قمر قال الهزين ان شاء الله عن غريب نجي بلش هاي الفرس والله يا اخوة هذولا راهم على بيتهم وقام يتكلم هذا الاخو ياخو قال له يا اخوة اذا بدنا نروح لعند العرب الفلانين واكيد يعني بدنا نبوغ هاي الفرس والله ياخوة اذا حسم علينا والله يذبحون وهذول عرب يعني ارزال وقوايا والناس كلها تحسب حسابهم يعني عرب شرية لطيف فقال هذا محمود قال له الحمد قال يا اخوي لا تأكل هم وقوي قلبك وانت بس كون معاي ولا تخاف خلاص انا رف اجيب لك الفرس واسلم اياها والله يا اخوة هذول الشباب اثنين الاخوة مشهم بهالبرية راحهم بهالبرية الحد ما قربهم العند هاي العرب المذكورة اللي بيها هاي الفرس اللي اسمها الرعد المهم هذول ظلم من بعيد قاعدين بعيد عن العرب لحتى الليل انطب عضو واخر منتصف الليل ويقوم هذا محمود يتسلل بالخفية ويقرب لعندها العرب طبعا هما راقبهم وارفهم الفرس باي بيت موجودة المهم هذا محمود يقرب عند هاي العرب بالخفية وشي انه ما حد يشعر عليه نهائيا وظل يقرب لحتى ما وصل لعند هاي الفرس فلقى هاي الفرس مشتفة من ايدها ومربوطة هاي الفرس يعني مربوطة باحكام يعني مشان ما حد يسرقها المهم هذا قام يفك هاي الحبلة وشوي شوي يعني ما يريد يصدر اي صوت مشان ما حد يشعر بيه لاني اذا حسم عليه بدهم يذبحون مباشرة المهمها شي عشر دغايق تغريبا وخلص ارباط هاي الفرس من هاي الحبلة ويقوم هذا محمود يسحب هاي الفرس من الجامعة ويجيبها على السكت يطالحها من هاي العرب شي انه ما حدا يشعر عليه والله سبحانه وتعالى ستر عليه انه هاي الفرس ما طالعت اي صوت المهم ظل هذا ماشي وصل عند اخوه براتها العرب فقال هذا محمود قال له ابشر يا اخويا حمد هاي الفرس جبتلك اياها المهم يا اخوة هذا حمد يتشط على ظهر هاي الفرس اللي اسمها رعد ويتخيلها وهم طبعا عندهم فرس ثانية اخوه ركب محمود ركب على الفرس الثانية ومشهم هنا وطبعا هنا اصبح عليهم الصباح يعني فهاي العرب يمنق عدم وشافهم ان الفرس مسروقة ومبيوقة هاي الفرس فقام هنا صاحب البيت صاحب العرب انا انسرقت وانسرقت الفرسي الرعد راحت فقامت هنا الفرسان ركبت على خيولها وقامهم يقصون الاثر وخدم معهم قصاص اثر مشان يعرف دوسات الاغدام الوين متجها المهم هذول العرب اولي سابغا يعني يعرفون بالاثر وقصان الاثر ومشيات الاغدام فظلوا ماشيين ويتبعون هاي الاثر لحتى ما شافهم حمد ومحمود من بعيد فهذول حمد ومحمود انتبهم انه الخيالة خيالة العرب هذيشة اللي سرقهم منها يعني الفرس انهم لاحقينهم فهذا حمد ومحمود ارخم رسن الفرس لهذن الخيول وقامت الخيول تركض يعني على مقدورها المهم هذولا كالفرسان يلحقونهم وهذولا يعني طارد ومطرود ويركضون بهالبرية وها والحز انخلص منهم وكذا وقربهم لبعض وحتى ما صارم على مطلاغ النار وما يحسون ويدرون اللي يجيهم طلق ناري من هالفرسان وهذا الطلق الناري يصيب هذا محمود فهذه الفرس اللي راكب عليها حمد هاي الفرس اللي سرقوها اللي اسمها رعد هاي فرس عصيلة يعني ما تلحق مثل نسوم الهوى يعني معروفة من السلالة النادرة هاي انطلغت يعني مع التنقضب لكن مع الاسف انه هاي فرس محمود قامت تقصر وتعبت فصارت على مرمى النار فما يحسوا يدري قال له هذا محمود يجي طلغ ناري وينطعن بجسمه فهذا حمد التفت وراه وقام يناظر الاخوه وشاف انه فرسه قصرت ومبين اخوه انه انطعن لانه ارتشى وقام نام على الفرس فهذا حمد رد على الاخوه ولقى اخوه مطعون ونزل هذا اخوه يعني معا يقدر يركب على الفرس هذا حمد نزل على الارض فهين محمود قاله يا اخوه قالوا يا اخوه شلون اصيبك انا ما اتركك فقالوا يا اخوه الله يوفقك وروح من هين واتركني خلاص انا مقتول ومقتول وهذولا الحين بدهم يقضبوني يعني يعني مستحيل يتركوني طيب فانت يا اخوي الله يوفقك اسلم على روحك وروح خذ الفرس اللي عند بنت الشيخ المهم هذا حمد قالوا لا ما اتركك وانت اخوه وكذا فقال له محمود قالوا يا اخوه سايق عليك جاه الله يا حمد اتركني واني خلاص ميت ميت يعني ما بفايدة فهذا حمد خذ حسبي الله ونعم الوكيل وقامه تدموعه ماشي على خدوده فاركب هنا على فرسه وانجبر انه يترك اخوه مطعون وهذولاك الفرسان قربهم عليهم كثير يعني ظل يعني خلال دقائق اللي يقضبونهم يعني فهذا حمد اركبها الفرس رعد ومشى وانجبر انه يترك اخوه بهاي البرية المهم هذولا الفرسان خلال دقائق معدودة مسكم هذا الولد محمود وطبعا هذاك خلص منهم راح انهزم مع يقدرون يقضبونه الفمد فهين فمد لما نوصل لعند غبيلته طلعت هين النسوان وقاموا تتهلهل النساء وعرفهم انه جايب هاي الفرس النادرة الاصيلة اللي نادر امثالها هاي الفرس ارعد وطلعت هين بنت الشيخ هاي قمر وقاموا تتبسم وطبعا هذا حمد نفذ الشروط الثلاثة البنت الشيخ قمر لكن تفاجأهم هذولا لما نوصل هذا حمد اللي عند بيته الشيخ تفاجأهم انه الحالو وهذا حمد ما ليبتشي على هالطريق وحزين فقالوا له خير عسى ما من شر قالوا لهم والله الامر كذا كذا وهذا اخويا انطعن وارتمع القاع وما قدر تجيبه معايا وهذولو مسكوا يعني العرب الفلانين مسكوا اخويا واكيد انهم ذبحوه فهايا البنت قمر حزنت يعني على هذا الخبر وتندمت هي الصراحة انها يعني قالت لهم انه يعني بدكم تجيبولي الفرس هيا المهم يا اخوة هذا حمد بنى بيت التعزية الاخوه محمود وعرف يعني انه هذا اكيد اخوه مية بالمية هذا محمود مسكوا وذبحو اكيد قتلوا يعني لان هذه الغبيلة معروفة انها قبيلة شرسة وقبيلة قوية كثير وكل العربان والقبائل تخاف منها وتحسب لها احساب المهم يا اخوة بعد ما تمت التعزية وبعد شيخ 15 يوم ويجي هذا الشيخ العند حمد وطبعا هذا الشيخ الغبيلة يعني جدا حزين على مصاب حمد واخوه محمود فقالوا يا ولادي يا حمد امر الله تم وجراء وهذا المكتوب على اخوك محمود لكن بالنسبة لك انه انت خلص نفذت شروط بنتي قمر وما ظلها اي حجة وما ظلها اي كلام فامت ما تريد يا ولادي ترع روسك جاهزة مشان انزوجك اياها فقال هذا حمد للشيخ قالوا يا عمي الحين انا نفسيتي تعبانا وما انا قدران اني اتقبل شغلت الزواج اتجلي هذا الموضوع البعدين فقالوا خير ان شاء الله هيا عروستك امال تنتظرك وامت من شفة وضعك نفسيتك ارتاحت ترى انا ما ازوجها الا لك فقالوا حمد الايام وهذا حمد قاعد بالليل وبالنهار وهو يبتشي على اخو محمود يعني هذا اخو محمود قطعة من الحمود وهذول الولاد حمد ومحمود متعودين على بعض على طول جياتهم وقعداتهم واكلاتهم على طول ويا بعض فهذا حمد عايش بحالة حزن يعني عايش بحالة يرثى لها فهذا قاعد بالليل وبالنهار وهو يبتشي على اخو محمود فرافت الايام وجدت الايام اخوتي وهذا عدت عليه حمد شي شهرين بعد وفات اخوه وهذا ما بطل البتشاء لا بالليل ولا بالنهار لحتى انه ما تأذن عيونه وصار نظره ضعيف ومعاد يشوف جدامه يعني مثل سابق زمان قام يشوفها على شغلة خمس متار سبع قام يضلل وصار نظره جدا جدا ضعيف يعني ظلل عليه شوية لحتى يعمل عيونه على اخوه من شدة الحزن والبتشاء على اخوه فهذا حمد بعد شي شهرين تقريبا او اقل شوي قرر انه بده يروح يتبع اخوه بده يروح لانه العرب لانه هذا حمد ما عنده خبر اكيد يعني انه اخوه انقتل يعني لكن هو يقول يعني هذا الاكيد يعني مسكم اخوه واكيد يعني يذبح يعني مستحيل يتركونه طيب لكن هذا يريد يتأكد من هذا الخبر المهم اخوتي هذا حمد اركب ناقة وراح لعند العرب اللي قتلت اخوه فلما وصل هذا حمد لعند هذيش العرب فقال انا بدي انزل واضيف هذا البيت اللي سرقنا منه الفرس رعد وهذول ما يعرفوني يعني ما يعرفون شخصيتي انا رح اسمي حالي بغير اسم واني من غير غبيل وكذا فالمهم اني بدي اتأكد انه اخويا طيب الا متوفي فهذا حمد لما نزل عند هذا البيت وضافهم وهنا اخواني تحصل المفاجأة وصدمة تشبيرة الحمد هذا حمد لقى اخوه محمود جدامه بقلب هذا البيت واذ اخوه طيب وحين يرزق وما بي اي شي فهذا لما نشاف اخوه زت حاله على اخوه وحظنه وقام يبتشي وقال هلب اخويا وهلم بعض وسلم على بعض وقام يحبون بعض فهذا حمد قاله يا اخوي انت طيب يعني انت متوفي شلون يعني هذا الامر طبعا اخواني هذا صاحب البيت صاحب الفرس طبعا تفاجأ وعرف انه هذا حمد اخوه المحمود لكن ما تكلم معاه باي شي ولا ازعج باي كلمة باعتبار انه ضمن البيت وهذا البيت عند العرب له حرمة يعني فما يصير انه يزعج ضيفه او انه يكدر ساطروا المهم بعد ما قعدهم وارتاحهم قالوا حمد قالوا يا اخوي محمود اكشي لي شلون الله نجاك من هاي الموت وشلون انت الحد الان طيب والله انا كل بالي انك انت متوفي وش بعتموت يعني واني يا اخوي محمود من هذاك اليوم واني ما وقفت البتش عنك لحد هاي اللحظة واني ابتش عليك وتقطع قلبي عليك لحد انه ما نظري خف نظري وظل علي شوية اللي يعمل عيوني عليك يا اخوي المهم هذا محمود طيب خاطره وشرحوله القصة بشلون صارت هذول الفرسان اخواني لما مسكم هذا محمود وهو طعين جابوه عند صاحب الفرس وهذا صاحب الفرس قال له المحمود قال احتي ليش الرعد فهنا محمود شرح القصة لهذا صاحب الفرس وقال له الامر كذا 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 القصة هذا اخوي خطب بنت الشيخ وهاي عندها ثلث شروط اللي ما ينفذه ما يتزوج ها وهذا اخوي يحب ها يا بنت قمر ويريد ها وانا امال اساعد اخوي لتنفيذ هاي الشروط ونفذنا اول الشرط والثاني وظل علينا ثالث شرط لكن مع الاسف انه ثالث شرط هي الفرس تبعك مجبورين انه نسرقها ونقدمها البنت الشيخ مشان تتحقق هاي الشروط الثلاثة وهاني ساعدت اخوي لاجل انه اخوي يتزوج وياخذ بنت الشيخ ويكون عندنا حرمة بهالبيت مشان تطبخ انه ويدي بالها علينا وانا غصلي كذا كذا والدي توفى بالحج هو والدتي وما ظل عندنا حدا بالدنيا حتى انه عمتي الله يرحمها توفت وهذا اخوي حمد بده يتزوج هاي البنت مشان تكون عندنا يعني حرمة بهذا البيت تطبخ نا ويدي بنا الاكل وكذا ويدي بالها على شؤون البيت يعني فهذا صاحب الفرس لمن اسمع بهذا الامر وهذه القصة وقلبه يعني حن وصار عنده رأفة وحنية القصة هذا الشاب محمود فهنا بعد ما هذا صاحب الفرس اسمع قصة محمود قال له والله يا محمود والله لو واحد غيرك يعني ألا أذبحه وأشرب من دمه لاني هاي الفرس يعني قالي علي جثير وهاي منه وادر الخيول العربية الأصيلة لكن باعتبار أنه هاي قصتك أنا أسامحك لوجه الله تعالى وأنا رح أعالجك من جروحك لأن هذا الطلغ الناري جاي يعني على صدر محمود فهنا قام هذا صاحب الفرس يعالج هذا محمود ومضت عليه تغريبا شيء أقل من شهرين وهذا محمود تعافى ورجع صحته زي ما كانت صحته زينا صارت وأموره تمام ويعني لو متأخر هذا حمد يمكن يومين ثلاث هذا صاحب الفرس بده يوصل محمود العند عربو المهم أخواني هذول الأخوات لقم وفرحموا بعض وهذا حمد مو مصدق أنه أخوه لساته طيب وبعد يومين يرجعون على قبيلتهم وهذول قبيل حمد يعني تفاجأ أنه هذا محمود لساته على غير الحياة المهم أخواني هنا تمت الأفراح والليالي الملاح ودقت الأطبول وقامت النسوان تهلهل وهين أخواني صارت الفرحة فرحتين أول فرحة والأهم هي أنه رجعت محمود بس سلامة حي يرزق وثاني فرحة أخواني تمت زفاف هاي البنت قمر العند هذا الشاب حمد وتمت الأفراح والليالي الملاح وتزوج وهذول عايشين مبسوطين وفرحانين ومرتاحين مع بعض وشوفهم يا أخوة يعني فزعة الأخ الأخو يعني مهما كان أخوك ألا أخوك هذا محمود إشقد قدم تضحيات وإشقد ساعد أخوه وفداء بدمه وروحه لأجل أنه يساعد أخوه فأرجو من السامعين الكل يديرون بالهم على أخوتهم وترى ما بأحسن وما بأقلى من الأخ على أخوه ومهما كان أخوك يظل أخوك وهذا عضيدك وسند لظهرك وهذه غصتنا الليلة أتمنى أنها نالت أعجابكم واستحسانكم وأرجو من كل السامعين يحطونا أعجاب لهذا الفيديو يحطونا لايك واللي ليس مشترك بهذه الغناء أتمنى أنه يحط اشتراك ويفعل زر تنبيهات لهذه الغناء ليصلكم كل جديد ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله والله يعطيكم العافية شكرا